منذ نحو أربعة شهور ومرضى التصلب اللويحي يعانون من عدم الحصول على الدواء الخاص بهم مما اضطرهم إلى تنظيم مثل هذه الوقفة أمام مقر وزارة الصحة برمالة والمطالبة بتوفير الإبر الوريدية الخاصة بهم التي يفترض أن يأخذها المريض بشكل أسبوعي تعب بشكل مستمر مجرد إنفلونزا ممكن تأدي فيه إلى انتكاسة المناعة عنده ضعيفة جدا أي مرض لو بسيط بيأثر عليه ويخليه بني آدم ضعيف وتقول جمعية أصدقاء مرضى التصلب اللويحي بأن ألفي مريض يعانون من هذا المرض وهو من الأمراض المزمنة التي تصيب الدماغ والجهاز العصبية وتعاني منه نساء أكثر من الرجال مرض التصلب اللويحي الأعداد المتوفر لدى الوزارة كما سمعنا بالمئات ولكن الأعداد الحقيقية حسب الإحصائيات الدولية والعلمية تقول أن هناك الآلاف وبالفعل بدأت الأرقام تظهر نتيجة الحملة الإعلامية كثير من المرضى غير المعروفين بدأوا بالتواصل مع المرضى الآخرين ومع جمعية التصلب اللويحي وزارة الصحة تقول أن السبب الرئيسي لعدم توفير الدواء هو تراكم الديون على الوزارة لصالح الموردين عدم توريد الدواء من المورد الذي له استحقاقات مالية على وزارة الصحة وبالتالي رفض تحويل الدواء نحن نحاول جاهدين توفير بعض الديون المتراكمة على وزارة الصحة لهذا المورد كنا قبل قليل بمحاولة الاتصال معه ولكنه رفض بإصرار توريد هذا الدواء هذا هو السبب الرئيسي وتقول الوزارة بأنها تحتاج سنويا 18 ألف إبرا بمعدل 1300 إبرا شهريا غير أن الديون التي تصل نحو 700 مليون شيكل تحول دون الحصول عليها